لا تحب ما تعمل لأنك لن تعمل ما تحب المقولة ديت هي مقولة مهمة جدا ومثيرة للجدل للأسف احنا بنحاول نقولها لنفسنا عشان خاطر قال ايه ندي لنفسنا طاقة إيجابية والكلام دوت ولكن للأسف لا بنعرف نطبقها ولا بناخد طاقة إيجابية ولا أي حاجة فأنا قررت في الحلقة ديت أجب لكم من الآخر وأقول لكم المقولة الحقيقية وهي لا تحب ما تعمل لأنك لن تعمل ما تحب ولكن بشرط واحد بس دي اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة السلام عليكم معاكم محمد عيد وبودكاست جديد وبودكاست عيد نفسك بودكاست عيد نفسك هو بودكاست نفسي هدفي لي أساعدك فيه تعيد اكتشاف نفسك وتعيد بناء وإصلاح نفسيتك لو أنت أول مرة تسمعني فتقدر تعملي فول وتابعني على الساوند كلاود وعلى اليوتيوب على أنغامي وعلى سبوتيفاي على جوجل بودكاست على كل المنصات اللي ممكن تسمعني عليها على البودكاست المقولة اللي في الأول أنا ما كانتش مقولة تسويقية يعني مقولة فعليا أنا مؤمن بيها ومؤمن بيها من زمان قوي حاجة ما بنحبهاش يطرى المقولة بتقول لي حب ما تعمل مش قادر أحب المذاكرة شغل معين وخطوة معينة روتينية جدا أنا المفروض هنا نعملها كورس مفروض أخذو كتاب لازم أقراه ليه لازم أحب حاجة زي كده المقولة بتقولك والله أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب عشان قاطر في الآخر توصل اللي أنت عاوزه ولكن للأسف لا قدرنا نحب اللي احنا بنعمله ولا قدرنا حتى نوصل اللي احنا حبينا وعايشين في حالة من الصراع حالة من الكره لكل شيء حالة من الملل والتوقف المستمر عاملين بالضبط زي الأوتوبيس بتعناقل العم اللي بيكون مكتوب في ظهره احذر الوقوف المتكرر كل شوية هاوف عشان أنزل حد هاوف أنزل فكرة وطلع فكرة تانية هاوف وأعمل كرير شايفت الحاجة في حياتي هاوف وغير علاقات لمني عارف أحب الحاجة اللي أنا بعملها ومجبر عليها لإني لازم أعملها ولا مني وصلت اللي أنا عاوز علشان كده فيه شرط واحد بس الشرط ده هو كلمة السر الشرط ده هو كلمة السر اللي لو أنت قدرت تعملها صدق لي حاجات كتير جدا هتتغير في حياتك الكلمة ديت هي حب نفسك أولا إحنا للأسف من وإحنا صغيرين كتير جدا مننا بتتربى على مبدأ إنه للأسف أنت بتتحب بشروط أنت بتتحب لو أنتكت تتحب لو عملت تتحب لو أنجزت تحب لو خلصت تتحب لو أنجزت حاجة معينة لو جبت مجموعة كويس لو دخلت كلية مميزة لو قبضت مرتب مرضي لو اشتغلت في مكان معروف لو اشتغلت مع حد كويس دايماً أنت الوحدك مش كفاية لازم تكون أنت زائد مرتب أنت زائد رقم أنت زائد منصب أنت زائد مكان أنت زائد علاقة معينة ومن هنا بالله نفسنا إحنا مش كاملين فدايما إحنا بنسعى للشيء اللي يكملنا ولما بنلاقي حاجة تكملنا وإحنا مش حبينها بتطلع الجملة اللي بتقولك فيها حب ما تعمل يا باشا والله أنا مش قادر أحب ما أعمل الشرط الوحيد زي ما قلت لك حب نفسك أولاً طيب أحب نفسي إزاي هنا ده اللي هنكلم عليه أي إنسان على وجه الأرض محتاج أكل نفسي زي الأمان زي التقدير زي الحب زي الحكمة زي المتعة أي إنسان على وجه الأرض محتاج يأكل أكل نفسي طبعاً أنت هتسألني سؤال يعيد هو أنا عارف إن أنا لازم أحب نفسي وإن أنا لو حبيت نفسي هقدر أستحمل أعمال كتير أنا مش حبيبها بس السؤال الأهم هو طب هو أنا نفسي أعمل ده بس مش عارف أعمله إزاي إزاي أحب نفسي حتى أعمل ما لا أحب وحتى أصل إلى ما أحب بكل بساطة يا صديقي أنت وإنتي مش قادرين نحب نفسنا علشان خاطر إحنا ضعاف نفسيا عندنا هشاشة نفسية الضعف النفسي ده بالضبط زي لما يكون جسمك ضعيف لأنك مش بتاكل كويس مش بتاكل بشكل كفاية مش بتاكل كل العناصر الغذائية الجسدية اللي تبني جسمك زي بروتين وزي الكالسيوم كل الفيتامينات اللي انت محتاجها مش بتاكلها فبالتالي بتعاني من ضعف الجسم كذلك في الضعف النفسي إنت لما بيكون عندك ضعف نفسي فده معناه أن حضرتك مؤثر شويتين في الأكل النفسي بتاعك الأكل النفسي زي إيه يا محمد إيه العناصر الغذائية النفسية اللي إحنا ممكن أكلها زي الأمان زي تقدير زي الإنجاز زي المتعة زي الحب زي الحكمة احتياج للاستقلالية احتياج إن أنا تشاف احتياج لعناصر نفسية كتير جدا إحنا لما بنكلها بشكل مستمر بتبدأ نفسياتنا تقوى يعني هدي لك مثال أنا عشان أقدر أحب نفسي عمري ما عرف أحب نفسي وأنا مش آمن وأنا حاسس إن فيه غدر هيحصل في أي لحظة وأنا حاسس إن أنا هيتم اتهامي بإن أنا شخص فاشل أو إن أنا شخص مش هقدر أو إن أنا شخص سيء عمري ما أحب نفسي وأنا شايف إن أنا شخص شكلي وحش جسمي وحش شعري وحش حتى لون بشرتي وحش أنا مش قادر أقدر نفسي أنا مش قادر أقدر أي خطوة ودايما بشوف الشيء دي ناقصني أنا عمري ما أقدر أحب نفسي وأنا مش قادر أستمتع أستمتع رغم الألم والوجع أستمتع وأرضى باللي معايا وأرضى بإن أنا عندي القدرة أن أصل لما هو أفضل أنا مش قادر أستمتع وأنا مش قادر أفهم الحكمة أنا متكتف بفكر بدمغة ناس تاني علشان كده انت علشان تعمل ما لا تحب وعلشان اتصل الى ما تحب لازم تحب نفسك وعشان تحب نفسك لازم تاكل اكل نفسي كتير طب والاكل النفس زي ايه زي الامان والتقدير زي الحب وزي الانجاز زي المتعة وزي الحكمة وزي الاستقلالية وزي الشوفان الحاجات ديت انت محتاج تاكلها بشكل يومي طيب محمد يعني اعمل ايه برضو بشكل واضح انا كده عرفت ان انا مفروض اكل لك للنفس دوت. اكل امان ازاي يا محمد? ابتدي ادخل في علاقات امنة. محمد بصراحة يعني خلينا اقول لك كلام واقعي. انا مفيش علاقات امنة في حياتي. انا مفيش حد بيحبني. انا مش هجمل الصورة وهقول لك اه يعني هو فعلا مفيش حد بيحبك. الوضع الحالي وفي الناس اللي حواليك. لان بكل بساطة الناس اللي حواليك قليلين او الناس اللي حواليك انت اجبرت ان تتحطف وسطهم. لكن لما تحط نفسك في بيئات مشتركة? ناس داعمة لي? تحط نفسك فوز? علاقات اكتر? لما تلاقي نفسك انت بتحط نفسك او فى كورس انت بتحبه او بتمارس هويات انت بتحبها? انت لازم تطلع من الصندوق اللي انت فيه. صندوق العلاقات اللي معاك اللي ممكن يكون مش مهتم او مش مكترث بك. الى صندوق علاقات تاني انت في يوم الايام هتكترث بيه. اطلع برة لازم تطلع برة المساحة الامنة المساحة اللي بتحسسك ان انت ما باليد حيلة لا في حيلة في اليد ولكن بشرط اطلع برا الصندوق اللي انت عايش فيه والام ام اللي انت حابس نفسك فيه للا الاسف انت ما اخترتش ان انت تعيشه ناس كتير جدا هي اللي دخلت ارجوك علشان تاكل اكل نفسي محتاج رقم واحد تطلع برا الحياة الروتينية والمملة اللي انت عايشها ابدأ اجرب هوايات جديدة ابدأ اخذ كورسات في مجالات انت مش متعود عليها ابدأ شوف فيديوز ابدأ اخذ كورسز لحاجات انت ممكن ما تكونش مهتم بيها ابدأ ادخل في وحط نفسك جوة بيئات عمل مختلفة ابدأ ادخل في جامعيات خيرية كل الحاجات دي هتدعمك بشكل كبير جدا وهتلاقي فيها ناس شبهك بالنسبة كبيرة الخطوة التانية ابدأ غير الافكار بتاعتك غير الافكار بتاعتك عن طريق المحتوى اللي انت بتتبعه يعني الفيديوز اللي انت بتشوفها على اليوتيوب الفيديوز اللي انت بتشوفها على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الاسناب شات وغيره كل الفيديوز ديت اي فيديو انت بتشوفه مهما كان وقته ليل ان هو بيغزيك بافكار ما بين بيغزيك بافكار زي اننا اللي بكرة هبقى واننا جامد جدا واننا شبح واننا كيفي كده واويل اخره وما بين ان الافكار ديت بتبتدي تدي لك افكار مختلفة بتبتدي تدي لك حاجات داعمة يعني بمنتهى البساطة حاجة تقول لك ازاي تقدر تكون علاقات امنة ازاي تقدر تقطع علاقات مؤزية ازاي تقدر تجرب مجال جديد زي البرمجة او او اي مجال تاني ازاي تقدر تعمل كورس اونلاين جرب بشكل عشوي اسمع فيديوهات لناس ملهمة ده هيفرق جدا معاك يبقى اول حاجة اطلع بر الكون بتاعتك دخل نفسك في اكتر من مجال اكتر من هواية حتى لو انت شايف ان ده تشتيت فصدقني التشتيت دقوت هو اللي هيوصلك لحاجات كتير جدا عن نفسك الحاجة التانية وهي ابدأ دخل مدخلات لمخك تكون مختلفة اسمع كتير زي ما انت بتسمعني دلوقتي انت دلوقتي بالفعل مش هتعمل خطوة كويسة انت دلوقتي بالفعل بتعمل خطوة كويسة الخطوة التالتة اللي هتفرق جدا معاك هي خطوة الخلوة خطوة الخلوة من الخطوات المميزة جدا 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 انك تقدر تقعد مع نفسك تمسك وراه انا تقعد كافيه تقعد اه لوحدك كده على البحر او في القوضة بتاعتك او في بلكونة بتاعتك وتكتب ايه المشاعر اللي انت حسسها الحاجات ديت هتكون داعمة جدا وملهمة جدا جدا ليك انك تقعد بس مع نفسك صدقني هتلاقي افكار كتير جدا موجودة جواك الحاجة الرابعة والاخيرة وهي انصحك دايما بانك تجرب بنفسك حاجات كتير ما تقولش ما عرفش لان المفاجأة انت بالفعل ما تعرفش انت ما تعرفش تعمل حاجات كتير جدا واللي ما تعرفش تعمله اكتر بكتير جدا من اللي تعرف تعمله ما تقيمش عملك ما تقيمش رسمك ان رسمك وحش ما تقيمش صوتك ان صوتك وحش قول انا بجرب انا بجرب هنزل البرنامج ده وهبدأ اشغل ايدي عليه انا هجرب ان انا همسك الالم وهجرب الرسم هكتب خطة عربي بشكل مختلف هتعلم لغة دايما اقول ان انا هجرب ابعد خالص عن الحكم واجرب بايدك كتير بكلا اكون قلت لك اربع حاجات تقدر تعملهم اللي اربع حاجات دول محتاجين منك شوية حركة وشوية مجود عارف ان الحلقة النهاردة ممكن تكون لاي تشوية وتكون خفيفة شويتين عارف ان حلقة النهاردة خفيفة شويتين ولكن حبيت ان انا ضمها معاكم كفكرة نفسية المقولة ديت بتتردد في النغي بقى لها فترة لا تحب ما تعمل خليني اأكد معاك ان في حاجات كتير جدا في حياتنا هنعملها واحنا مش حبنا ومش مطلوب نحبها مش مطلوب نحب كل الناس اللي احنا بنتعامل معاهم خليني اتفق معاك واقول لك ان في حاجات كتير جدا هنعملها احنا مش حبناها علشان كده احنا مش مطلوب باننا نحب كل حاجة مش مطلوب باننا نحب كل حد بنعمله مش مطلوب باننا نحب كل الناس اللي احنا بنتعامل معاهم ولكن هنعمل حاجات كتير جدا احنا مش حبينا واحنا كرهنها بصورة او باخرى وعلى الجانب الاخر مش شرط نوصل دلوقتي لما نحب ونعمل ما نحب ولكن الشرط الاساسي ان انا لما هقدر احب نفسي صدقوني هقدر اوصل من خلاله الى ما احب شكرا جدا ليكم ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة كنت معاكم محمد عيد وبودكاست عيد نفسك السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة